عقدت معالي الدكتورة أمل عبدالله لكبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات مع معالي شون أوفاريل رئيس مجلس النواب في جمهورية إيرلندا الصديقة والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من المجلس وجرى خلال جلسة المباحثات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب لجمهورية إيرلندا بهدف أو تهدف إلى تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين تأتي هذه الزيارة التاريخية لرئيس البرلمان الإيرلندي كأول زيارة له للدولة بعد أن قمنا بعمل زيارتين للبرلمان هناك واليوم توقيعنا لمذكرة تفاهم يتوج هذه العلاقات الثنائية البرلمانية ويحدد أطر التعاون خاصة في مجال تبادل وجهات النظر والدعم على المستوى السياسي والبرلماني وكذلك بعد دعم العلاقات الاقتصادية والثقافية وفي مجالات مختلفة خاصة أن عندنا لدينا مواطنين كثيرين يدرسون في الجامعات الإيرلندية وبالتأكيد نحن سعيدين بهذا التمييز في هذه العلاقة الاستثنائية ما بينهم واللي حسنا فيها قرب في تفاهم لمواقف دولة الإمارات ودعم إلها وشرحنا لهم اليوم عن أيضا موقف دولة الإمارات في اليمن موقفها العادل وكذلك في دعم عملية وصنع السلام وفي أيضا تقديم المساعدات الإنسانية حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا وبالتأكيد موقفنا كبرلمانيين لنجسد جسور التواصل بين شعوبنا هو مهم جدا لأنه يحدد أيضا بوصلة العلاقات البرلمانية الثنائية في الاتجاه الصحيح اللي تبنى عليه الكثير من التوقعات والتطلعات سواء من حيث شعب الإمارات أو الشعب الأرلندي